أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن انضمام وجهتان جديدتان إلى وجهة طائراتها المباشرة من الكويت الوجهتان الجديدتان هما مطار النجف الأشرف في العراق ومطار ميونيخ في ألمانيا وجهتان دوليتان جديدتان أعلنت الخطوط الجوية الكويتية اليوم إضافتهما إلى شبكتها ليصل مجموع وجهاتها إلى 37 وجهة حول العالم الوجهتان الجديدتان لتاني ستصلهما طائرات الكويتية بشكل مباشر هما مطار مدينة النجف الأشرف في العراق ومطار ميونيخ في ألمانيا وقالت رئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي للشركة رشال رومي إن إطلاق الوجهتين الجديدتين يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية لتعزيز الكفاءة التشغيلية للناغل الوطني وفادت أن إضافة وجهة ميونيخ المباشرة تأتي مكملا استراتيجيا للرحلات المتجهة إلى ألمانيا عبر التحليق المباشر دون توقف بمعدل ثلاث رحلات إسبوعيا بمجموع سبع رحلات إلى ألمانيا وذكرت أن الكويتية تسير للنجف رحلتين كل يومي أحد وخميس بإجمال أربع رحلات إسبوعيا لافتة إلى أن رؤية الكويتية تتمحور حول تعزيز مكانة الناغل الوطني للكويت لتصبح الشركة المفضلة لربط البلاد بالعالم وكانت الكويتية قد أعلنت في وقت سابق إطلاق جدول الشتاء لرحلاتها لهذا العام ما أسهم في سلسلة التغييرات الإيجابية على مواعيد المغادرة والوصول وعدد الرحلات